ونحن في شهر رمضان أنا لا أكذب عليكم هنا أنا أنقل لكم الحقائق الدقيقة لو لم تكن هذه المطالب حقائق دقيقة لما تفوهت بها ما حاجتي إليها لست محتاجا لها لا أنتفع منها شيئا بالعكس هذه ستجر علي الويلات حينما أفضح هؤلاء السفلة سيسعون بكل ما أوتوا لإذائي إنني لا أنتفع شيئا من هذا إنما أريدكم أن تعرفوا الواقع وكيف ضحك على أجيالنا السابقة وعلى أسلافنا الماضية المذهب الطوسي عمره ألف عام منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين وحينما ستكتمل الألف عام سيقيمون الاحتفالات بمناسبة مرور ألف عام على تأسيس حوزة السفاهة والسقوط الأخلاقي أتحدث عن حوزة النجف ولو لم تكن كذلك لماذا صارت مدينة النجف مدينة اللواط الأولى في العراق؟ لماذا؟ يا أيها العراقيون ويا أيها الشيعة بشكل خاص لماذا لا تسألون أنفسكم هذا السؤال؟ لماذا صارت مدينة النجف في مدينة اللواط الأولى في العراق؟ لماذا؟ لو سألتموني هل هناك من شاعر من شعراء الحوزة الطوسية يماثل صفي الدين الحلي؟ أجيبكم نعم من أكثر الشعراء مشابهة ومقاربة بصفي الدين الحلي الشاعر الشيعي والمرجع النجفي محمد السعيد الحبوبي محمد السعيد الحبوبي من المتأثرين بصفي الدين الحلي مثلما أكثر صفي الدين الحلي من شعره في الخمريات أكثر محمد السعيد الحبوبي من شعره في الخمريات فقد نظم في الخمريات إلى حد مقرف مثلما نظم صفي الدين الحلي فهذا حوزوي طوسي حلي وهذا حوزوي طوسي نجفي في أعيان الشيعة في الجزء الثامن من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة الثانية والعشرين في ترجمة صفي الدين الحلي هكذا كتب محسن الأمين العاملي وكان شاعر العصر يتحدث عن محمد السعيد الحبوبي وكان شاعر العصر وفاضل الوقت السيد محمد السعيد الحبوبي النجفي يعجب بشعره كثيرا ويفضله على كثير من الشعر وحسبك بشهادة مثله محسن الأمين العاملي توفي سنة 1371 للهجرة وكان معاصرا في مقطع من حياته لمحمد السعيد الحبوبي الذي توفي سنة 1333 وكان شاعر العصر وفاضل الوقت السيد محمد السعيد الحبوبي النجفي يُعجب بشعره بشعر صفي الدين الحلي يُعجب بشعره كثيرا ويفضله على كثير من الشعر هذا مرجع من مراجع الحوزة الطوسية وهو من رموزي ومن تلامذتي مدرسة إحسين قلي الهمداني حينما حدثتكم في المستوى الأول المستوى العقائدي والفكري نظريا وعملية حيث قرأت عليكم ما قرأت من كتاب الأسفار لصدر الدين الشيرازي وقلت لكم هذا قرآن مدرسة إحسين قلي الهمداني من تلامذة مدرسة إحسين قلي الهمداني المبرزين والذين صاروا مراجع محمد السعيد الحبوبي فمحمد السعيد الحبوبي من تلامذتي هذه المدرسة العرفانية وممن تأثر كثيرا بصفي الدين الحلي لو كنت بصدد التفصيل في هذه المطالب فإنني سآتيكم بالمصادر والشواهد والمقارنات بين شعري صفي الدين الحلي ومحمد السعيد الحبوبي لكن البرنامج ليس برنامجا أدبيا ولا شعريا أنا مضطر لبيان هذه المطالب كي تتكون عندكم صورة واضحة عن الشعراء الذين أتحدث عنهم فيما يرتبط بظاهرة الشذوذ الجنسي التي تنتشر انتشارا واسعا في أنحاء وأحناء المذهب الطوسي القذر النجس هذا ديوان محمد السعيد الحبوبي محمد السعيد الحبوبي قبل أن أدخل في تفاصيل ديوانه علامة تشير إلى سوء توفيق الرجل لا يذكر شيء من شعره في مجالس ومحافل أهل البيت لا في أيام الأفراح ولا في أيام الأحزان لماذا؟ لأن ديوانه يخلو من هذا الشهر يمتلئ ديوانه بالخمريات وبمدح الوجهاء والعلماء وبالغزل بالذكور ولذا فإن آثاره أين تجدونها؟ تجدونها عند المغنين المغنون هم الذين يغنون أشعاره الذي جمع هذا الديوان من عائلة الحبوب محمود الحبوب شخصية معروفة والذي كتب تعليقا في شرح مفردات الديوان أيضا من عائلة الحبوب عبد الغفار الحبوب هذه الطبعة هي الطبعة الخامسة الفين وخمسة ميلادي دار الكوكب للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان من جملة الأشياء التي ذكرت على سبيل الافتخار ذكرها الذين أعدوا هذا الديوان من عائلة الحبوب صفحة تسعة وخمسة هذه مكرمة من مكرمات الحبوب يروي يروي مطرب المقام العراقي في الحاشية الثالثة يروي مطرب المقام العراقي محمد القبانشي معروف أنه غنى قصيدة الحبوب الشهيرة شمس الحمية موجودة في هذا الديوان في القسم الثاني في الباب الأول في الجزء الثاني صفحة 372 ما عندي وقت وإلا لقرأت لكم من القصيدة لكنني أشرت إلى موضع القصيدة من أنه غنى قصيدة الحبوب هذه في مؤتمر للموسيقى انعقد في القاهرة عام 1932 ميلادي فأعجب بها شوقي أمير الشعراء الشاعر المعروف أحمد شوقي فأعجب بها شوقي وكان حاضرا وسأله سأل القبونشي عن صاحبها فأخبره من أن الشاعر هو محمد سعيد الحبوب فقال شوقي بلهجته المصرية أمين الشاعر الرائع ده فرد القبونشي منفعلا إن كل عراقي يعرف شوقي وشعره فكيف بشوقي لا يعرف أكبر شاعر عراقي فاعتذر شوقي عن ذلك بعدم اطلاعه على مثل هذا الشعر الجيد بعد ذلك نقل المصادر التي نقلت هذه الحادثة فهم يفتخرون الحبوبيون الذين أعدوا هذا الديوان يفتخرون بأن محمد القبونشي غنى قصيدة من قصائد الحبوب ومن أن محمد القبونشي دافع عن شعر محمد سعيد الحبوب دافع عن لا لأنه في العترة الطاهرة وإنما لأن أشعاره في الخمريات الوسخة وفي الغزل بالذكور وغزل قبيح قبيح جدا سأقرأ لكم نماذج من شعره هم يرقعون له يقولون عفة يتغزل بالذكور عفة يتغزل بالذكور لماذا يتغزل بالأدبار هو لا يريد أن يتغزل بالنساء وهي كلام هذا شعراء الشيعة كانوا يفتتحون قصائدهم بالنسيب وكانت القصائد تقرأ عند الأئمة ولم يعترضوا عليها قصيدة البردة التي التي ألقاها في محضر النبي كعب ابن زهير ابن أبي سلمة بانت سعاد فقلب اليوم متبول هذه القصيدة المشهورة حيث أعطى النبي تكريما له بردته فعرفت هذه القصيدة بقصيدة البردة في بدايتها كان الشاعر يتغزل وبعد ذلك دخل في الاعتذار ومديح النبي صلى الله عليه وآله المسلمون أرادوا أن يسكتوه لأنه كان يتغزل في بداية القصيدة بسعاد في مسجد النبي النبي منعهم قال لهم دعوه هذا غزل لهو ببيان لأمور خاصة بمرأة معينة هو نسيب أكان صادقا لم يكن صادقا من هي هذه سعاد لا تعرف وكان الشعر جميلا لم تكن ألفاظه قبيحة النسيب كان شعراء الشيعة ينظمونه أن يتغزل بالنساء في القصائد التي يمدحون بها الأئمة وهذا شيء طبيعي الله سبحانه وتعالى جعل في الرجال ميلا للنساء وجعل في النساء ميلا للرجال لكنه ما جعل في الرجال ميلا للرجال هذا هو انتكاس الفطرة فهؤلاء الشعراء حتى أنه لو لم يكن يمارسون اللواطة عمليا إنهم يمارسون اللواطة نظريا وأدل دليل قصائد الحبوب يغنيها المغنون وخصوصا مغنو المقام العراقي ومغنوء المقام العراقي غالبا يبحثون عن القصائد التي تتغزل بالذكور خصوصا القدماء منهم القدماء نسبيا وحكايات محمد القبونشي ويوسف عمر بين البغداديين مفصلة لا مجال للحديث عنها فأنا لا أتحدث عن هؤلاء لكنني سأذكر لكم مجموعة من المغنين الذين غنوا قصائد الحبوب محمد القبونشي رجاء اعرضوا لنا صورته هذا هو محمد القبونشي ايام شبابه واعرضوا لنا صورة اخرى له هذه الصورة تجمع فيما بينه وبين ناظم الغزال الذي غنى ايضا لمحمد سعيد الحبوب ويوسف عمر وهو الاخر غنى لمحمد سعيد الحبوب محمد القبونشي هو الذي يفتخر الحبوبيون الذين نظموا هذا الديوان بانه غنى في مؤتمر للموسيقى في القاهرة باشعار محمد سعيد الحبوب المغني الاخر ناظم الغزال اعرضوا لنا صورته هذا هو ناظم الغزال واعرضوا لنا الصورة الثانية مع الفرقة الموسيقية الصورة الثالثة ناظم الغزال في حفلاته في الكابرهات كان يغني لمحمد سعيد الحبوب وكان السكارة يتميلون على أنغامي أنغامي ولحني وموسيقى أغنيات ناظم الغزال التي يغني فيها بأشعار محمد سعيد الحبوب هذه هذه آثار فانظروا إليها هذه هي الآثار المغني الثالث وحكاياته في الموضوع طويلة يوسف عمر أعرضوا لنا صورته هذا هو يوسف عمر من المغنين الذين غنوا وأكثروا في الغناء من أشعار محمد سعيد الحبوب خصوصا في الحفلات الخاصة بالغزل الذكوري القبيح لمرجعنا العظيم للمجاهد الكبير لتلميذ من تلامذة مدرسة العرفان والحكمة الإلهية محمد سعيد الحبوب أعرضوا لنا صورة يوسف عمر رجاء والصورة الثالثة وغنى له من مغني المقام في أيامنا هذه إحسين الأعظم أعرض لنا صورته هذه الصورة الأولى وأعرض لنا الصورة الثانية لإحسين الأعظم ممن غنوا ولا زالوا يغنون ل مرجعنا العظيم محمد سعيد الحبوب وأيضا غنى له الرمز الشعبي في الثقافة الشعبية العراقية لللواط ولعشق الذكور بغض بغض النظر عن مدى صدق الكلام الذي يقال عنه لكن سعد الحلي هو رمز لللواط في الثقافة الشعبية في الشارع العراقي وهذا لا يخفى على أحد من العراقيين هو مطرب شعبي هو الآخر يغنى لمرجعنا العظيم كرامات كرامات هذه يغنى لمرجعنا العظيم محمد سعيد الحبوبي رجاء أن أعرضوا لنا صورة سعد الحلي هذا هو سعد الحلي الصورة الثانية الصورة الثالثة الصورة الرابعة هذه من صوره في سنيه الأخيرة بقي يغني ويغني إلى أن مات سعد الحلي هو رمز اللواط في الثقافة الشعبية العراقية حتى حينما التقى وزير الإعلام العراقي أيام صدام بمجموعة من الفنانين وكان من بينهم سعد الحلي لما وصل إليه كي يصافح تبسم ضاحكا وتبسم الباقون الحاضرون أيضا لماذا لما يقال ويقال في الشارع العراقي عن سعد الحلي مما دفع بسعد الحلي قال لسيدي والله اشتذب والله اشتذب لأن سعد الحلي عرف ليش وزير الإعلام العراقي تبسم وضحك قال والله اشتذب هذا ليه احجوا عني على اي حال بعض الكلام صحيح ولكن هناك كلام يقال عن ليس صحيح ايضا مطربة عراقية من المطربات المتقدمات في العقود السابقة زهور حسين رجاء ان اعرض لنا صورتها هذه زهور حسين الصورة الاولى الصورة الثانية هذه مطربة مغنية عراقية هي الاخرى تغني باشعار محمد سعيد الحبوبي هذه شعية ومن مدينة الكاظمية واسمها الاول زهرة عبدالحسين زهور حسين هذا اسم فني هذا اسم غنائي اسمها الاصل زهرة عبدالحسين من مدينة الكاظمية فهي شعية على المذهب الطوسي تغني لمرجعها تغني لمرجعها على المذهب الطوسي فرقة الانشاد العراقية التي تأسست سنة 1948 وفي البداية كانت تعرف بفرقة الموشحات الاندلسية هي الاخرى غنت مرارا وكرارا في برامجها الغنائية لمرجعنا العظيم سيد المجاهدين في زمانه محمد سعيد الحبوبي اعرضوا لنا صورا لهذه الفرقة هذه الصورة الاولى من الصور القديمة لها واعرضوا لنا الصورة الثانية والصورة الثالثة ايام النظام الصدامي رجاء ان اعرضوها هذه صورة الفرقة ايام النظام الصدامي الامر ليس منحصرا بهذه المجموعة التي عرضت صورهم اشعار محمد السعيد الحبوبي في الخمريات كثيرة تملأ هذا الديوان واشعاره بالغزل بالذكور وبنحو قبيح يتغزل بالارداف يتغزل بالادبار في ديوانه وساقرأ عليكم والديوان موجود في المكتبات هذه اثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الاثار من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة هذا الرجل لو كان موفقا اكانت نتائج عمله هكذا هذا في الدنيا الاخرة لا اعلم بها الا صاحب الامر صلوات الله وسلامه عليه اعود قبض من دبش من تحشون عن الجهاد انا لا اريد ان افتح ملف الجهاد الذي قاده محمد سعيد الحبوبي البرنامج ليس برنامجا تأريخيا لفتح الملفات وإلا فسأكشف لكم من العورات والعورات الكثير نذهب الى فاصل من الاحداث والمقاطع المهمة المعروفة عن محمد سعيد الحبوبي علاقته بآل كوب في بغداد اسرة ثرية ولها وجاهة اجتماعية في بغداد وهنا في مقدمة الديوان حديث عن علاقته بآل كوب في الصفحة الثالثة والثلاثين وحين يصل بغداد يعني محمد سعيد الحبوبي ويعلم صديقه محمد حسن كوب بذلك يسرع للقائه وينزله في قصره أساساً أساساً هو يذهب إلى بغداد يذهب إلى قصره حيث يجتمع هناك الشعراء وحيث يقولون ما يقولون من شعرهم في قبائح المعاني في الخمريات وقذارتها وفي اللواط وفي التغزل بأدبار الغلمان وفتحات أدبارهم أكذا كانوا ينظمون الأشعهار وحين يصل بغداد ويعلم صديقه محمد حسن كوب بذلك يسرع للقائه وينزله في قصره شرق بغداد على نهر دجلة وكان القصر قصر آل كوب منتدى آل كوب الذي يرتاده الكثير من الرجال الديني والأدب والأعمال من بغداد وخارجها لما لهذه الأسرة من مكانة دينية واقتصادية واجتماعية فهي واحدة من الأسر البغدادية العريقة إلى آخر الكلام أشعاره في الخمريات وفي الغزل بالذكور كان يلقيها في هذا المكان في قصر آل كوب الذي يعبر عنه هنا بمنتدى آل كوب في بغداد على شاطئ نهر دجلة هناك أستاذ في الأدب في الأدب وتأريخه عراقي الدكتور يوسف عز الدين من أعضاء المجمع العلمي العراقي هذا كتابه الشعر العراقي أهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشر هذه الطبعة طبعة الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة الف وتسعمية أو خمسة وستين ميلادي صفحة مية واحد وستين تحت هذا العنوان الفصل الأول مجالس الخمرة والغزل التقليدي كان أرباب الأسر وذو المكانة واليسار يفتحون دواوينه ومجالسه ويجتمع الناس في هذه الدواوين للسمر وقضاء الوقت وفيها كان الشعراء والأدباء يرسلون طرفهم ونوادرهم أما الأدباء الأغنياء فقد كانوا يفيضون على إخوانهم بالخير فقد كان لمحمد صالح كبة قصر على دجلة يجتمع فيه الشعراء لأي شيء للشراب والطربي هناك غناء يقضون فيه وقتهم بعيدين عن المجتمع وإذا ما تخلف أحد زملائهم عن مجلس من المجالس سارع زملائه عاتبين إلى آخر الكلام هذا شيء طبيعي قصور أثرياء في بغداد في بغداد على شاطئ دجلة يجتمع فيها الشعراء والأدباء ورجال الدين ورجال الدين هم أفسدوا الذين يجتمعون في مثل هذه المجالس بحسب ما يقول المؤرخ العراقي يوسف عز الدين من أنهم يجتمعون للشراب والطربي ويستمر في تفصيل الكلام إلى أن يصل في حديثه للغزل بالذكور والغلمان في الصفحة الخامسة والستين بعد المئة لذلك انصرف الرجال إلى الغلمان يتحدث عن منزلة المرأة في المجتمع وعن الحالة الدينية والاجتماعية إلى أن يقول لذلك انصرف الرجال إلى الغلمان انصرف الرجال إلى الغلمان أن اللواط انتشر وهذا هو الذي قلته لكم من أن السبب الذي لأجله حرمت سقيفة بني ساعدة زواج المتعة كي ينتشر اللواط وكي ينتشر الزنا لذلك انصرف الرجال إلى الغلمان وتغنى الشعراء بالمرد الحسان طويلا المرد جمع لأمرت وهو الغلام الذي ما نبت الشعر في وجهه في عارضيه كما يقولون وتغنى الشعراء بالمرد الحسان طويلا لأنه النتيجة الحتمية لابتعاد المرأة عن مجالس الرجال حتى أن هذا الشذوذ الجنسي أصبح عادة مستحسنة يعير من لا يوافق عليها إلى أن يقول ويحن الطباطبائي الطباطبائي هو الشاعر الشيعي النجفي السيد إبراهيم الطباطبائي المتوفى سنة 1319 للهجرة من هو هذا هذا سيد إبراهيم ابن سيد حسين ابن سيد رضا ابن مهدي بحر العلوم العالم الشيعي والمعروف سيد إبراهيم ابن سيد حسين ابن سيد رضا سيد رضا هو ابن مهدي بحر العلوم ويحن الطباطبائي لأيام الغلمان كحنينه إلى أيام النساء بقوله أراجعة أيام لهوي والهوى بأغلمة مرد وملمومة جردي أراجعة أيام لهوي والهوى بأغلمة مرد وملمومة جردي إلى أن يقول في الصفحة الثامنة والستين بعد المئة ولا تطيب للحبوب لمحمد سعيد الحبوب الذي هو أحد أبطالي ونجومي هذه المجالس مجالس آل كبة ولا تطيب للحبوب مجالس الشراب إلا إذا حضر غزال الكرخ ليرتشف من ريقه فيقول ينقل معنى من أشعاره يا غزال الكرخ ووجدي عليك هذه من القصائد التي غناها مغنو المقام العراقي كثيرا يا غزال الكرخ ووجدي عليك كاد سري فيك أن ينهتك هذه الصهباء الصهباء من أسماء الخمر هذه الصهباء والكأس لديك وغرامي في هواك احتنك احتنك اشتد صار جديدا وآلمني فاسقني كأسا واخذ كأسا إليك فلذيذ العيش أن نشترك قصيدة مشورة لمحمد سعيد الحبوب وقد يقول قائل إن هذا الوصف وهذا الحب عذري أو أفلاطوني في الخيال فقط افتراضي وقد يقول قائل إن هذا الوصف وهذا الحب عذري أو أفلاطوني وإنهم كانوا طاهرين طهارة الملائكة في حبهم هؤلاء الشعراء وأنهم عاشوا في خيال الأمان ولحظات الأحلام فما يقول هذا القائل في ضامئة الوشاح التي برت بوعدها هذه قصائد الحبوب لو كان هناك من مجال لقرأتها من ديوانه فما يقول هذا القائل في ضامئة الوشاح التي برت بوعدها فأتاحت له زورة شرب فيها معها واحتسى السلاف تريقها السلافة أيضا من أسماء الخمر وغير ذلك من التعابير الحسية المادية ألم يكونوا أناسا لهم طبعهم البشري وبماذا نفسر شهوة الحبوب إلى ريق المحبوب وتركه الخمرة راشفا من رضاب الحبيبة الجميلة المفضلة وكيف تخرج القصائد الجنسية الزاخرة في دواوين هؤلاء الشعراء والتي تفيض باللذة وتطفح بالرغبة العارمة إلى أن يقول في آخر الصفحة وإذا أخرجنا الحبوبية من هؤلاء الشعراء لما اشتهر عنه من فضل وصلاح لا عدش جايب لهذا المكان شي سوو جاي أمير المؤمنين هكذا يعرف لنا التقوى التقوى عند أمير المؤمنين أن يجدك الله في موضع طاعته وأن يفتقدك الله من مواضع معصيته إذن أين التقوى وإذا أخرجنا الحبوبية من هؤلاء الشعراء لما اشتهر عنه من فضل وصلاح ونزهناه عن هذه الحسية فما نقول لبقية الشعراء الذين عرفوا لذة اللقاء والوصال فحرموا منه وليس هناك حد فاصل بين الحب والشهوة هذا ما قاله المؤرخ الأديب الأستاذ العراقي الدكتور يوسف عز الدين الذين نظموا هذا الدوام محمود الحبوب يعترض يعترض على ما قاله يوسف عز الدين وفي الحقيقة الرجل كان منصفا لم يتهم الحبوب لكنه وضع أسئلة وهذه أسئلة لا بد أن توضع أنا لا أريد أن أتهم الحبوب رجاء أن أعرض لنا صورة الحبوب هذه الصورة الشهيرة المعروفة للمرجع الذي نتحدث عن محمد سعيد الحبوب والذي توفي سنة 1333 للهجرة في الصفحة الخامسة والثلاثين من مقدمة الكتاب الذي هو ديوان الحبوب والذي جمعه وعده محمود الحبوب يتحدث منتقدا لما قاله يوسف عز الدين في كتابه الذي قرأت ما قرأت عليكم من لا أريد أن أعلق كثيرا وإنما أقرأ لكم تبريرا من هذه التبريرات السخيفة جدا الحبوب هو بنفسه يعترف من أنه ينظم الأشعار الفاسقة والخارجة عن الدين هو هكذا يقول لست أنا وسعود إلى قراءة هذه الأبيات غير أني رمت نهج الظرفة ومر علينا في الأسفار الأربعة من أن الظرفاء والعلماء يعشقون الغلمان هذه من هناك قلت لكم محمد السعيد الحبوب من تلامذة مدرسة حسين قل الهمدان التي قرآنها الأسفار الأربعة وهناك تحدث صدر الدين الشرازي عن أن الظرفاء والعلماء يعشقون الغلمان كي يعرف الله كي يحب الله غير أني رمت نهج الظرفة عفة النفس وفسق الألسن يعني لسانه لسان فاسق هو يقول عن نفسه لست أنا لاحظوا محمود الحبوب كيف يرقع لمحمد السعيد الحبوب ونجده ثالثا في افتنانه بوصف المشروب هو يتحدث عن الخمر يتحدث عن السلافة ونجده ثالثا في افتنانه بوصف المشروب وهو يريد به الماء العذب يعني القصائد الخمرية في ديوان محمد السعيد الحبوبي هي في الماء وهو يريد به الماء العذب فالنجف في أيامه كانت تعاني من شحة الماء ورداءته رغم قربها من الفرات شرقا من الفرات شرقا إنه فرات الكوفة فكان أغلب الناس يستقون من الآبار والبرك ما لا يطفئ الغلة الغلة شدة العطش ولهذا عاش الماء القراح صورة القراح الصافي الماء الصافي النقي صورة في خواطر الشعراء في هذه المدينة العطشة يعني أن شعراء النجف حينما يكتبون في الخمريات وهم يكتبون في الخمريات بنحو يكون أكثر من كل الشعراء الآخرين لماذا؟ لأن لأنهم بحاجة إلى الماء ما علاقة هذا بهذا فهاموا به هاموا بالماء وتغنوا بصورته وهو في القدح وبمذاقه في الفم وبأثره في الأحشاء وقد تعاظمت عندهم صورته هذه وفخموها حتى تخيلوا الماء خمرة هذا الحشي من قبله فأنا هو محمود الحبوب أرد بعضا من ولع الحبوب بوصف الخمرة إلى عطشه للماء العذب الذي لم تذقه النجف في أيامه إلا قليلا هذا نفس أخندي وإن لم يكن محمود الحبوب أخنديا بالطريقة الرسمية لكنه مشبع بالثقافة الأخندية هذا هو الدجل الآخندي قصائد خمرية واضحة إذا قبلنا هذا فماذا نصنع بقصائد الغزل بالذكور والأدبار عفة أية عفة هذه ما هذا الوراء في الصفحة الثامنة والسبعين ينقل في الحاشية من أن الشيخ محمد السماوي يقول أخبرني محمد حسن ابن محمد صالح قبة سألت السيد محمد السعيد لماذا لا تمدح الأئمة أو ترثيهم هذا من بيت قبة يسأل الحبوبي لماذا لا تمدح الأئمة أو ترثيهم قلت لكم هذا ديوانه لا يوجد شيء فيه يقرأ في محافل أهل البيت لا في مجالس الفرح ولا في مجالس الحزن وإنما تقرأ أشعار هذا الديوان في الكابرهات وفي الاحتفالات الموسيقية هؤلاء الذين عرضتوا صورهم كانوا يغنون في الملاهي في ملاهي بغداد في الثلاثينات في الأربعينات في الخمسينات كانوا يغنون في ملاهي بغداد هؤلاء فهذا من بيت كبة يسأل الحبوبي لما لا تمدح الأئمة أو ترثيهم فقال والله ما ذاك إلا لأني أرى نفسي قاصرا عن بلوغ درجتهم إذا كانت هذه النية فهذا أمر جيد إذن ما هذا الهراء وهذا الخراء المرء إما أن يقول خيرا أو يسكت هذه الأثار واضحة فانظروا بعدنا إلى الأثار سوء التوفيق هؤلاء هم مراجعون هذا مثال مثال أنا لا أحدثكم عن الوهابيين ولا أحدثكم عن مراجعكم من كتب الوهابيين من كتبهم من كتبهم هذا هو الشذوذ الجنسي الذي أتحدث عن حدثتكم عن الشذوذ الجنسي في المستوى العقائدي الفكري نظريا وعمليا وحدثتكم عن المستوى الفتوائي المرجعي نظريا وعمليا وهأني أحدثكم عن المستوى الثقافي الوجداني عبر الأدب والفن عبر زهور حسين وعبر حسين الأعظم وعبر يوسف عمر وعبر ناظم الغزالي وعبر محمد القبونشي و نذهب إلى فاصل أقرأ عليكم بعضا من أبياته هو هكذا يتحدث عن نفسه لا بد أن أقرأ هذه الأبيات حتى أكون منصفا وأنا أنقل لكم الحقائق أنا لا أريد أن أتحدث بحديث أكون فيه بعيدا عن الإنصاف من الديوان في الصفحة الثالثة والثمانين بعد المئة هكذا يقول لا تخل ويك ومن يسمع يخل أنني بالراح مشغوف الفؤاد الراح من أسماء الخمر يقول لا تظن لا تظنن أنني بالخمر مشغوف الفؤاد لا تخل ويك ومن يسمع يخل أنني بالراح مشغوف الفؤاد أو بمهضوم الحشة مهضوم الحشة صفة قد تكون للمرأة وقد تكون للغلام مهضوم الحشة الذي تكون بطنه مسطحة وعنده خصر هذا هو مهضوم الحشة أو بمهضوم الحشة ساهي المقل المقل العيون أخجلت قامته سمر الصعاد الصعاد الرماح أو بربات خدور وكلل يتفنن بقرب وبعات فهو يتحدث عن الخمرة أولا أنني بالراح مشغوف الفؤاد ثم عن الذكور ثانيا أو بمهضوم الحشة ساهي المقل أخجلت قامته سمر الصعاد أو بربات خدور وكلل كلل جمع لكله يتفنن بقرب وبعات إن لي من شرف بردا البرد الذي يلبس إن لي من شرف بردا ضفا هو من دون الهوى مرتهني غير أني رمت نهج الظرف عفة نفسي وفسخ الألسني وفي موطن آخر من ديوانه يقول فدع عني السلافة فدع عني السلافة ليس شيء أعل لغلة من شرب قهوة أعل أكثر ريا أروا أروا لغلة لعطشي فدع عني السلافة السلافة هي الخمر ليس شيء أعل لغلة من شرب قهوة في زماننا القهوة معروفة لكن في أصل اللغة فإن القهوة من أسماء الخمرة العرب كانت تسمي الخمرة قهوة وما يذكر في رواياتنا عن القهوة إنه عن الخمرة لأن الخمرة في لغة العرب قهوة ولأن القهوة في لغة العرب خمرة لكن الحبوب يتحدث عن القهوة التي هي من البن فدع عني السلافة ليس شيء أعل لغلة من شرب قهوة يمكن أن يكون أعل لغلة والأليق أعل لغلة أدرها واسقنيها أنا قرأتها أعل بحسب ما هي محركة في الكتاب أدرها واسقنيها لا دهاقا ولكن حسوة من بعد حسوة الحسوة المقدار الذي يشرب ويملأ الفم فيقال حسوة ويقال حسوة أدرها واسقنيها لا دهاقا لا تملأ الفنجانة أو لا تملأ الكأس بها أدرها واسقنيها لا دهاقا ولكن حسوة من بعد حسوة أعود إلى أشعاره وهو يتغزل بالغلمان والذكور صفحة 269 يا شادنا وهذا الوصف يوصف به الغلام الجميل يا شادنا لم يزل واشيه يرصده فما اجتمعت به إلا على حذري أدنيته وقد وقد اثقلت من نفسي لما استطار إلى خديه بالشرر من أنني خفت على خديه أن ناعمين من حرارة نفسي لأنني في لوعة وشوق إليه يا شادنا لم يزل واشيه يرصده فما اجتمعت به إلا على حذري أدنيته وقد اثقلت من نفسي لما استطار إلى خديه بالشرر ونحن ونحن في مربع حاكى الربيع له برود موشية خيطت بلا إبري أنا إذا بقيت أشرح الأبيات ستنتهي الحلقة وما قدمت لكم شيئا وعندي الكثير ماذا سأصنع ببقية الشعارة سأذهب إلى موطن الحاجة فقط خال الكثيب بها رتفا فغازله وهو يكثر من الغزل بالأرداف والأرداف جانباء المؤخرة رتف على اليمين ورتف على اليسار فإن المؤخرة تتألف من رتفين خال الكثيب بها رتفا فغازله وراح يكسوه أبرادا من الزهر فبدت أعبث في أعطاف ذي غنج هذا الغلام فهو أعبث بأعطافه بجوانب بدنه فبدت أعبث في أعطاف ذي غنج مهفهف رقصته نغمة الوتر مفلج الثغر يسقي من مراشفه صحباء ما دنستها كف معتصري هو يمص شفاهه شفاه الغلام صور قبيحة بغض النظري أنه قام بهذا الأمر أم لم يقر أرخى الغدائر إكليلا الغدائر هي الجدائل فهو يصف الغلام الجميل الذي يتشبه بالنساء إنهم المخنثون الذين كانوا يجلبونهم إلى مجالس الغناء والطرب لا تحدثوا عن الحبوب بشكل عام كان هذا الأمر شائعا ومعروفا مثل ما ينتشر الآن في بغداد وفي سائر المحافظات لكنه في بغداد ينتشر انتشارا واسعا أرخى الغدائر إكليلا فحين بدى بدى بلا معجر في زي معتجري المعجر هو ما تضعه المرأة من قماش على رأسها فهو يقول من أن شعره الذي ظفره في ضفائر ولفه على رأسه كأنه وضع معجر امرأة على رأسه لكنه لم يكن معتجرا يخبر عن جماله وجمال شعره أرخى الغدائر إكليلا فحين بدى بدى بلا معجر في زي معتجري القصيدة طويلة ماذا سأقرأ منها لكن القباحة واضحة مفلج الثغر يسقي من مراشفه من مراشفه من شفائه صهباء ما دنستها كف معتصري المعتصر هو الذي يصنع الخمر يقول سقاني من شفتيه خمرا هذه الخمر خمر خاصة ما عبث بها صانع الخمور فبدت أعبث في أعطاف ذي غنج هو يتغنج بين يديه وأنا أعبث بأعطافه بجوانب بدنه ما يعلو على أردافه وما يرتبط بأردافه فبدت أعبث في أعطاف غنج مهفهف رقصته نغمة الوتري مفلج الثغر يسقي من مراشفه صهباء ما دنستها كف معتصري إلى آخر هذا الخرط في موطن آخر في الصفحة الثالثة والسبعين بعد المائتين أعار الحسن وجنته لهيبة ليمنع نمل عارضه دبيبة وأفرغه الصبا قمرا فلما تلظت نار وجنته أذيبة إذا هدم الصبا كشحيه كشحيه جانبي هدم الصبا يعني في هذا العمر في أيام فتوته يتحدث عن غلام ذكر أعار الحسن وجنته لهيبة ليمنع نمل عارضه دبيبة وأفرغه الصبا قمرا فلما تلظت نار وجنته أذيبة إذا استرشفت إذا استرشفت من برد الثنايا فهو يتحدث عن مصه لشفاهه بحيث تصل شفاهه شفاه الحبوب بحسب المفترض في القصيدة إلى أن تلامس أسنان هذا الغلام برد الثنايا البرد هو برد الثلج الذي ينزل من السماء حينما تمطر السماء بردا يتحدث عن لون ثناياه عن لون أسنانه إذا استرشفت من برد الثنايا أخاف عليه من نفسي لهيبة إذا هضم الصبا كشحيه أوفى برتف ماجا مرتجا كثيبة يقول إذا كان جماله جعل كشحيه جانبيه جعل بطنه خميصة فإنه قد أعطاه مؤخرة كبيرة ترتج ارتجاجا هؤلاء مراجعون العظام أنا لا أريد أن أشرحها أكثر من ذلك وإلا فإن البيت يحتمل شرحا أكثر من ذلك أكتفي بهذا الشرح إذا هضم الصبا كشحيه يعني كأن الصبا وكأن الجمال ظلم بطنه وجانبيه حتى صار خسره ضيقا وصارت بطنه خميصة فهنا كان الجمال بخيلا كان الجمال ظالما أن أعطاه خسرا ضيقا لكنه كان كريما حينما أعطاه مؤخرة كبيرة ترتج ارتجاجا إذا هضم الصبا كشحيه أوفى كان وفيا وأعطى عطاء وافيا أوفى برتف بمؤخرة برتف ماجى مرتجا كثيبا كأنه كثيب الرمل فكثيب الرمل هو صلب ولين في الوقت نفسه فها أنا منثن أدنو إليه يدنو إليه يدنو إلى كشحيه وإلى مؤخرته إلى أردافه فها أنا منثن أدنو إليه منثن لست في حالة مستقيمة وإنما انحنيت بحركة كي أجمعه بين أحضاني ماذا أقول لكم الشعر سخيف وهذا الشرح ليس مناسبا لكنني ماذا أفعل وإنني لا أنقل لكم الصورة الكاملة الصورة الأدبية مشكلة أنني تمازجت مع الشعر العربي ومع الأدب العربي وأنا دون الثامنة من عمري فحفظت الأشعار ودققت في معانيها وحفظت إعراب القصائد حتى بدت أعرف ماذا يقول الشعراء لا أستطيع أن أقول لكم كل شيء أكتفي بالذي قلته فها أنا منثن أدنو إليه إذا مهتز معتدلا رطيبا إلى آخر أبياته يقول في الحاشية مدح أحد السادة واسمه عباس هكذا يقول ذكرت لكم عن ذلك الشادن الذي اسمه عباث وشادن سألته ما اسمك أجابني بلفظة عباث فصرت من لفغته ألثغا فقلت أين الكاث والطاث ماذا أقول لكم نذهب إلى فاصل أو نذهب إلى فاصل نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر